السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 14 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الميزان لغاية الساعة 22 و 52 دقيقة عصر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش وبدو ينتقل بعدها لبرج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب حتى فجر يوم الأربعاء يعني لغاية الساعة وحدة و 24 دقيقة فجرا القمر الآن طبعا احنا بدنا نبدأ في فترة خلو مسار من موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم السبت ورح يستمر تقريبا طيلة النهار لغاية ساعات العصر القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و 55 دقيقة من صواح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة وبما أن القمر رح يظل موجود في برج الميزان يعني تأثيراته رح يظل لتقريبا ساعات الظهر هي أفضل وقت لتعزيز العلاقات العاطفية ما بين الأحبة ولتحسينها وللمصالحة وتحسين العلاقات الزوجية اللي شوي كان فيها بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميل للإسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة لغاية ساعة الظهر بالظل فترة جيدة لأمور المشتركة أو المشاريع المشتركة أو الأمور الفنية ويمكن أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية والأحداث الفلكية طبعا ذكرنا يوم أمس أنه في عنا خلو مسار بيبدأ يوم السبت ساعة عشر وثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية تقريبا اللي هو لغاية مساء العصر يوم الأحد الساعة 22.52 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش يعني تقريبا طيلة النهار لغاية ساعة العصر بتوقيت جرينتش بساعة الشرق الأوسط والعراق والجزيرة العربية وإفريقيا تقريبا لا ساعة ما قبل المغرب بقليل هذا بيعني أنه الفترة المذكورة له طيلة النهار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 22.52 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش خلاص القمر بانتقل بيستقر في برج العقرب بيبلش يشكل أول زوايا فعشان هيك من هذا الوقت ما بنعرف الحل الوسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا من حب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات ما فيه يا بيض يا أسود ما فيه وسطية وبيلعب الجنس دور مهيمن في حياتنا منكم بهاي الفترة يعني لازم أنه يكون في عنا قدرة على التحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن ينفجروا عند أي مواجهة في اللي مقابلهم أو كلمة أو انتقاد في من حولهم ويمكن الإهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار مهم مثل شراء أو استئجار منزل بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة والغيبيات والأسرار وبتقوي من شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية طبعا رح تكون الساعة عشرة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا ومننا للفوضى والتقلب وبتكون عندنا رغبات ممكن تأدي لخيبات أمل عاطفية بدنا نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات العصر عندنا الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس والبنكرياس والأنسلين وأسفل الظهر والزائد الدودية أما من ساعات العصر وما بعد بصير عندنا الأعضاء التناسلية هي الأكثر حساسية المستقيم والشرج الإحلي للغداد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانة وأيضا الجينات طبعا بالنسبة لأنه خلوه مسار طويل اليوم فالعمليات الجراحية الإضطرارية هي فقط اللي أنا يعني بنصح فيها أما إذا في مجال تأجيل العملية أو كان تحديدها أو بدأ جراء العملية ما قبل خلوه المسار ما في أي مشكلة طبعا بالنسبة لما بعد خلوه المسار طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية الدون اللي ذكرناها أيضا بما يتعلق بعمليات التجميل نفس الشيء لأنه فترة خلوه المسار عشان النتائج تكون إيجابية فما بنصح أنها تنعمل في فترة خلوه المسار لا يصلح أيضا هذا اليوم لا إزالة الشعر الزائد لا بالليزر ولا بالطرق التقليدية يفضل بعد خلوه المسار أيضا يصلح لقص الشعر التجميلة ولكن الصبغ ما بنصح فيه الحنة مش مشكلة القص العلاجي ما بعد انتهاء خلوه المسار بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج العقرب خلوه المسار القادم رح يكون يوم الأربعة ببدأ الساعة وحدة وعشر دقائق فجرا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره التسع أيام الساعة عشر وتسعتاشر دقيقة صباحا بنبدأ باليوم العاشر نسبة الإضاءة تسع وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيد بنسبة سبعين في المية الآن ساعة العصر سعيد بنسبة مية في المية القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب زي ما حكينا ورح يظل في العقرب ليوم سبعطاش سبعة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة خمسة عش في المية ساعة الصباح منتحس بنسبة عشرة في المية عطارت في الأسد حتى يوم خمسة وعشرين سبعة منتحس الآن بنسبة عشرة في المية ساعة العصر منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة ثمانية سعيد بنسبة أربعين في المية المريخ في الثور حتى يوم 27 منتحس بنسبة 25% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من آن ولا حتى ساعات العصر بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم إذا تحرضت لاستفزاز حاول أنك ما ترد عليه باستفزاز آخر اضبط عصابك لمصلحتك ممكن يعني يعترد طريقك ظرف صعب أو تضطر لإخفاء سر أو تقديم بعض التنازلات أما من ساعات العصر ومع بعد بتنهمك في إعادة تنظيم أمورك المالية أهمش أنه ما تهمل صحتك تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتكون تواصلوا أعمالك اللي بدأت فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد وباكر لعملك وما تسمح لواجباتك بالتراكم ولا تهمل وضع صحي أو مهني ونظم جدول أعمالك ولا تنسى أن القمر باتجاه مقابلتك في ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم بتتعقد الأمور وتطرأ بعض البلبلة علج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحذر القطيعة والدعاوة القانونية خصمك قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بوسعكم قضاء ووقت ممتع مع أحباكم لغاية ساعات العصر ممكن تفرح لا انفراج لمسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن حاذر المتاعب والوعكات الصحية وأيضا لا تفرض رأيك على الأحباء أما من ساعات العصر وما بعد بيبدأ العمل بتراكم لديكم تتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي فبدك تحاذر من المشاكل اللي بالعمل وبالصحة برج السرطان بنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتكون تجنب ويدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت ولا تسمح لنفسك بالإنجراف وراء الإنفعالات ممكن تنشغل بحل مسألة شخصية وربما تقلق حول أحد الأحباء أما من ساعات العصر وما بعد بتشتد رابطكم في التقرب من أحباكم واتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن أنك تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اللي بدي تقدم لامتحان من الآن وحتى ساعات العصر بده يستعد بشكل جيد بتتسارع وطيرة الحياة بتكثر عندك الاتصالات والتحركات خلال هذا النهار فترة مثمرة جيادا أهم مش إنك ما تقف متفرج حاول تستغل هاي الفترة بكل طاقتك دون اتخاذ قرارات حاسمة أما من ساعات العصر وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم مش إنك تتجنب توفيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة أو في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أهم شيء يعني ما ترضى التعامل بأي شيء مجهول أو مبهم أو مش واضح أطلب الوضوح لا سيما التفاصيل سأهموا فاوض لا استرداد حقوقك أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في التنقلات بالسفريات بالاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تكثر النشاطات وتكون لك لقاءات عديدة واستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتكون نشيط ومتحمس لغاية ساعات العصر وتقوى على أي شيء صعب وبتكون قادر على حسم الأمور ممكن تبدأ صفحة مهنية أو اجتماعية أو شخصية مهمة جدا وتنطلق بعزيمة وحماس أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهرب من تقديم المساعدة القريب أو حبيب ولا تبالغ بمصاريفك كن معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات العصر أهم مش أنك ما تقحم نفسك في أعمال صعبة ومعقدة لأن الجو فارغ من أي حسم أو أمل ولا تحسم أمر وما تكون بطل في هذه الفترة بدك تكون عقلانة أكثر بناسبك العمل الروتيني وممكن يطرأ تغيير للأفضل على صحتكم من ساعات العصر وما بعد لأن القمر رح يوصل لعندكم فبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشط بين الأصدقاء لغاية ساعات العصر ولكن حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل العصر لأن القمر رح يوصل لبيت متاعبك فمن الآن وحتى ساعة العصر حاول أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب أو ترفيه عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر أما من ساعات العصر وما بعد القمر خلص بوصل لبيت المتاعب بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد أي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تقيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا أعمالك الاعتيادية من الآن وحتى ساعة العصر وما تبدروا لأي عمل جديد وضف طاقتك وكرر المحاولات السابقة وصحيح الأخطاء وابحث عن الدعم وما تضعف ممكن اثور لبعض الشروط أو الاعتبارات أو تعصب لكن أي فترة بتظل بدك حذر من إثارة العدوات ومخالفة القوانين أما من ساعات العصر وما بعد بتلتقوا الأصدقاء بإمكانكم تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق في اطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم مش إنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بدي يستعد ويركز بشكل جيد لأنها فترة ما زالت جيدة ومناسبة جدا من الآن وحتى ساعات العصر لها التنقلات والاتصالات والحوارات ولكن بدك تتفقد أوراقك وأمتعتك ممكن تروج لمشاريعك بنجاح بتكون اتصالاتك مع الخارج ناجحة أم مش إنك ما تتردد في تكرار المحاولات بشجاعة أما من ساعات العصر وما بعد بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم مش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بل قوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بدك تتجنبوا أي شراكة مالية وتتفحصوا حساباتكم المشتركة بتطالعك فترة مربكة بعض الشيء من الآن وحتى ساعة العصر ممكن تقلق بشأن وضع عائلي أو شخصي أو أمر بيتعلق بمستند أو ملف بدك تكون متيقد سوي بعض مشاكلك احرص على توضيح أي سوء تفاهم أما من ساعات العصر وما بعد بتنشغلوا في مسائل تتعلق بالسفار بالاتصالات البعيدة وبتصير فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو حتى بتتواصل بشكل قوي مع الأحبة ناقش بذكاء جر على رفض أي شيء ما بناسبك ولا تخشى شيء بل تفق بنفسك أكثر أي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر